اليوم هنتكلم عن مشكلة بتواجه المستخدمين في المجلس منجر عند الرجوع من اصدار الى اصدار اخر وبالاخص من اصدار الكناري الى المستغل والمشكلة دي حصلت في بعض الاصدارات اللي هو الناس اللي كانوا على 24 ورجعوا ل23 واداهم غير متوفير الرود غير متوفير نشوف حل المشكلة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي طبعا جماعا هنتكلم عن المشكلة اللي بتحصل عندما ترجع من اصدار الى اصدار اخر وطبعا المشكلة دي بالذات كانت في اصدار الكناري يعني زيتها كنت في اصدار مستغر وحولتها الى الكناري وجيت راجع من الكناري الى المستغر بتحصل ليك المشكلة دي في بعض الاصدارات الحديثة ما زمان هسه ون pegate بتحديثها الجديد اللي هو يبديك الرود غير متوفر نمشي المجلس منجر حتى نشوفها المشكلة ونحل المشكلة دي قف طبعا نفتح المجلس منيجر ويس المشكلة طبعا بتحصل ليا في الغنوات طبعا مصدر التحديثات هنا عندي أنا المستغر والتجريبي والمخصص والكناري طبعا الكناري هنا ما عندي لانه في مستغر تمام هنا في غناء رابع ما فيها مكتوف فيها الكناري وطبعا الكناري ده إذا أنت قمت حاولت إلى الكناري ويس ويشتغل معك وحاب ترجع للإصدار المستغر كويس يعني ناسي مثلا أنا مسبت 23.0 في 23.1 كان إصدار كناري قبل مجل 24 أو التأسف الـ 24 عندك 24.1 كويس هي فيه إصدار ثاني اللي هو بتاع كناري لو إنت حاب تحدث للكناري كويس لكن الحانينا ما درنا الحدث إصدار 23.0 طبعا مصدر التحديثات هنا في الـ APK كان مسبت 24 لكن ملف التفعيل 23 ده سماء مشكلتنا إحنا عسل مشكلتنا إذا كنت في إصدار بتاع كناري وحاب ترجع للمستغر أو إذا كنت مثلا كنت في 24 ورجعت لـ 23 وحصلت لك مشكلة معينة في كل الإصدارات المشكلة دي شنو هنا في وقف ملف التفعيل في المنطقة بيكتب لك غير متوفر ركزت معي هنا في الحتة دي بيكتب لك غير متوفر إذا لقيت الكلمة دي ما فيش غير متوفر هنشوف نحلة كيف وكتازل تحت كلمة إلغاء التثبيت اللي بيكون هنا دي هترقاها ما فيه هنحلة المشكلة دي كيف أول حاجة إذا حصلت لك الحاجة دي الروت يا جماعة قاعد في الجهاز لكن ما نحزف الروت موجود لكن محتاج إنك تطلع من الجهاز كيف الروت موجود في الجهاز لكن ما ظاهر هنعمل شنو الموضوع بنقسم لقسمين إذا يتي عندك ريكوفر معدل الموضوع بسيط ريكوفر معدل كل مرة بقول ريكوفر معدل طبعا في أجهزة ما عندها ريكوفر معدل مشكلة تحبة طويلة نشوف بعد كده الناس الما عندهم ريكوفري معدل دل بحيل المشكلة كيف كويس اول حاجة الناس الما عندهم ريكوفري معدل كويس وحاولت ترجع وحصلت ليك مشكلة في الجهاز عندك اما تعمل فورمات للجهاز طبعا وكتتعمل فورمات معناها البيانات كلها حتمسح والجهاز حيكون من جديد وكتسبك ملفة ال A B K وتفتحه طوالي الروت حينزل معك حينزل بعد الملفات كويس وحيشتغل معك طوالي يعني الاسلة لانوص ان الروت موجود في الجهاز تعمل فورمات للجهاز اذا ما عندك ريكوفري معدل تعمل فورمات وسبت ملفة ال A B K بتاع المجلس مانجر وتفتحه وبطلب منك تنزيل بعض الحاجات ويكون شغال معك من غير اي مشكلة في حالة تانية اذا الفورمات ما نفع معك الا تنزل صوفتوير او تنزل ملف البوت اللي انت عملت به هو الباتش زمان المزكر انه ملف البوت ال B O T كويس اللي نحعم انه الباتش بتاع اللي بينطلع من الصوفتوير دي اللي تنزله عن طريقة بعد كده الكمبيوتر المهم تنزله في الجهاز عشان الجهاز تشتغل معك تنزل ملف البوت الرسمي تنزله عشان الجهاز تشتغل معك كويس يعني اما صوفتوير او ملف البوت اذا الفورمات ما نجح معك ده للناس اللي ما عندهم ريكوفري معدل يعني اما فورمات او تنزل اللي هو ملف البوت اللي هو او الصوفتوير عادي يعني ما بتفرق كتير نمشي بعد كده لو انا عندي ريكوفري معدل طبعا ريكوفري معدل موضوعك حبة بسيط هتعمل الغاء التثبيت للمجلس مانيجر هنعمل الغاء التثبيت كيف طبعا نفس الملف بتاع الابك هنمشي اول حاجة نشوف الملف بتاعي كويس ركز معي انه هنا عندي 23 زيت اي بي كويس وعندي هنا برضو ده برضو 23 اي بي كي كمام يعني عندي انا لاحظ خاتيه زيت اي بي خليه من 24 خاتيه زيت اي بي وخاتيه اي بي كي تمام يعني خاتي ملف التفعيل ممكن ان نزله عن طريق الريكوفري معدل ويسبب التطبيق عادي عن طريق التثبيت طوالي كان نزلتها تيهت حتى تلقى مكتوب شنو كويس انستول نقطة زيت اي بي يعني شنو كلام ده يعني انا قم تغيرت الاسم تلاحظت من هنا من الماجيكس غيرتو لانستول يعني إلغاء التثبيت يعني تعمل تغيير للاسم فقط طبعا الحكاية ده اتكلمنا عنه قبل كده انه ملف واحد اي بي كي ممكن تغيره لزيت اي بي تثبيت عن طريق الريكوفري معدل او تغيره اللي هو إلغاء وضحت الفكرة اذا هتحول معاك الى اللي هو هنستول هنستول معناه إلغاء تثبيت الملف ده معناه إلغاء تثبيت حتشيل الملف ده وسبّده عن طريق الريكوفري المعدل اللي عندك سبّده عن طريق الريكوفري المعدل وبعد ما يديك تمه كويس سكسيد يعني نجح يلغاء التثبيت يعني بعد ما ينجح طوالي حتقوم شنو تفلّش الملف التاني بتاعك ده اللي هو الزيت اي بي اللي هو المجلس من يجر طوالي إذا هتعمل إلغاء ثم يعادة بتاع التثبيت ده كله عن طريق الريكوفري معدل وضحت الفكرة إذا في الريكوفري المعدل هنعمل شنو هنشيل أول حاجة هنغير الاسم طبع يكون عندك اثنين عشان ما تكفل وتفتح تاني هتقوم يكون عندك ملفين نفس الملف ده الـ ABK تعمل منه نسخة لتحولها ZIB ماجيكس 23ZIB وتعمل من نسخة اللي هو Install ZIB طبعاً انستول ده معناه إلغاء وهنا ماجيكس ده معناه تثبيت طوالي عن طريق الريكوفري المعدل اللي هو ZIB تقوم تعمل أول حاجة للقاء في المجلس اللي هو في الريكوفري المعدل بعد ما عملت إلغاء ونجحت معك حتى تعمل شنو طوالي تثبيت من الريكوفري المعدل وتعمل إعادة بتاع التشغيل وكده اللي هو الروه تثبت معك عن طريق اللي هو الريكوفري المعدل يعني الموضوع بسيط لو ات عندك ريكوفري المعدل لكن في حاجة هتحصل إذا انت سبتت عن طريق الريكوفري المعدل طبعاً الوحدات بداحتك كلها هتروح هتحاول انك تثبتها من جديد يعني ات لو ما عندك ريكوفري معدل كويس وانت على الكناري كويس او حسيت انه ممكن عمل لك مشكلة خليك على الإصدار وما ترجع كويس ما ترجع لذا اذا ات ما عندك ريكوفري معدل اذا عندك ريكوفري معدل وعندك الوحدات بتسبيه طوالي ممكن تعمل لغا تثبيت وسبته من جديد تنزل الوحدات عادي من غير هي مشكلة لو قصنا الإصدار عندك عامل لك مشاكل ممكن تتخلص منه عادي ما في مشكلة كويس اذا هنا حللنا مشكلة بتاعتشيه انه الروت غير متوفر قلنا وكي تقول لك الروت غير متوفر الروت هو موجود لكن ما ظاهر اما تعمل فورمات للناس اللي ما عندنا ريكوفري معدل او لو عندك ريكوفري معدل حابة تعمل فورمات عمل ريكوفري معدل برضه ما مشكلة حابة انك تعمل لغا تثبيت وسبته مرة تانية ما في مشكلة اذا وضحت الفكرة يا جماعة كده أنا خلصت كلامي ووضحت الفكرة كلها طبعا كالعادة ما تنسى الاشتراك في الغناء واللايك كويس وتفعيل زل الاشعارات عشان يصلكم كل جديد كويس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته